انا رحت المؤسسة او مؤسسة الاصلاح والتأهيل مركز الاصلاح والتأهيل اللي تحديدا في ودي النطرون رحته خد بالك بقى انا شخصي انا يوسفهو رحته من وهو بيتبني رحته زي هو بيتبني انا رجل بروح اسكندرية كل اسبوع من المناسبة دي صورة من الواقع حقيقية 100% بنفس هذا الشكل مش هقولك ربنا ما يحكمش على حد ويروح لا يا رب كلنا نروح على سبيل الزيارة عشان نتفرج نشوف والله بحقي يا جماعة ده مركز للاصلاح والتأهيل انا عايز اشوف يا طرح هلطب ما هو الناس اللي جوه دي بني ادمين كويس انا بني ادمين موجودين جوه طب البني ادم ده عايز ايه عايز مكان ادمي لائق فترة تقييد حريته تطلع بقى شهر تطلع سنة تطلع خمستاشر مكان لائق هو بني ادم طيب والبني ادم ده لازم يتوفر ليه اماكن للاكل واكل عليه الايمة يعني من حقه ياكل لحمة وفراخ وخضار وفكة وياكل عيش حلو جميل زي اللي بنكله في بيتنا الى اخره ومن حقه انه لما يتعد فيبقى مش بقى بيخش العيادة لا يخش لا قدر الله امتعب تعب يخش مستشفى كويسة دكتور كويس يبص عليه ممرضين وقتكم طبية تتابعوا بالمظبوط ياخد الدوة بتاعه حقه معايا مش معايا بريء وموجود احتياطي مجرم ومدان هو كبني ادم بيقضي الفترة بتاعته يبقى يقضيها كبني ادم هو عليه حكم بتقييد الحرية لمدة زمنية معينة هو مين ما يهمنيش اسمه ايه ما عرفش تهمته ايه ما ليش فيه اللي ليه فيه انه يبقى ايه المكان ادمي انا بسألك وحيات ابوك وامك او رحمتهم ده مكان مش ادمي هتيجي تقول لي ده تلفزيون طيب هقولك انا روح تقول لي ما انا مش واثق فيك هقولك انا ما عنديش ايه مشكلة حقك خد بالك التشكك احيانا بيبقى جيد هو البني اقدر انطور الحياة اللي حوالي دي ازاي بيشك كان بيسأل لماذا واي شاكك فبيطور حلو خالص الدخلية عشان بس حضرتك تبقى عارف هنهاش اي ازمة في زيارة اي اي مؤسسة اي جهة اي هيئة بالعكس بالعكس اه بالعكس هيا مش ممتزرة انه انه مثلا يبقى في ايه المؤسسة الفلانية الجمعية الفلانية الهيئة الترتنية من بره ولا من جوه ده هم كانوا بيبعتوا دعاوة للناس اهلا وسهلا شرفتونا تعالي شوف تعالي شوف هو معقول انا هخليه خمس نجوم يعني تلتمية خمسة وستين يوم في السنة اه معقول عايز تيجي الشهر ده طب الشهر اللي بعده طب الشهر اللي بعد بعده اي وقت اي وقت اهلا وسهلا كم زيارات بالمناسبة اجانب قبل المصريين حقوقيين قبل نواب صحافة اعلام اهلا وسهلا تعالي هتخش هتلاقي انا اقول لك ايه انا من الناس اللي هي اقول لك المكان بيبام المطبخه تسيبك انا بحب الاكل المكان يبام المطبخه رحت المطبخ حلو شكله حلو نظيف فل تعرف ما اصلا يبقى المطبخ ده يبقى المكان ده كويس انا ده 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 نظريتي الخاصة جدا ماشي طيب انا دخلت المطبخ شوفت الحاجة الحاجة كويسة ولا كلش ان كان لا ايه الحاجة كويسة اوي زيادة عن اللزوح الحاجة بتتزرع هناك يعني خضار ومش عارف ايه بيتزرع هناك فيه مزرعة ما شاء الله ضخمة وفيه صوب وفيه حدوتة ده الشكل بالمناسبة يعني انت لو عديت انا كنت مشوفه هو بيتبني كده ومش عارف ايه حاجات زي كده بعدين لحد ما رحت مرة مرة بالصفة النيابية ومرة بالصفة الصحفية مرتين كويس سيبك انه ده بس شكل وهذا هو الشكل بس بالمناسبة الذي يعكس مضمون اللي يبني هذا الشكل ويصرف عليه بالشكل ده علشان يبقى لائق ده معناها انه لن يخل بمضامينه اللي هي ايه اللي هي انا جوه بقدم خدمة كويسة للنزلاء دول يعني على سبيل مثال في العنابر دي انا بوفر لهم عمبر متسع طب انا بوفر له عمبر دخلاه الشمس والهوى طب انا بوفر له سرير مريح وانضيف كويس ده سؤال السؤال اللي بعده انتوا تابعوا الصورة يعني تابعوا الصورة وخلي ودنك معينا مش بلازم الصورة تبقى متفقة معنا بقولولك يعني عنا عاديم بتدردش مع بعض طيب ولما حد يتعب مش لازم يخش مستشفى نضيفة وكويسة طيب هو هقولك حاجة ظريفة خلص ان كان فيه اي جماعة حقوقية موجودة في مصر او من خار المصر وعايزة تاخد بعضها وتروح يبعاتوا للدخلية يقولونهم احنا عايزين نروح وهناخد معنا دكاترة متخصصين عايزين نوريهم التجهزات الطبية سواء اذا كانت في غرف العمليات ولا في العناها الفائقة ولا في العناها المركزة ولا في العيادات ولا كذا ويقولوننا يا طرع هل طرع هو احنا عاملين حاجات اي كلام ولا حاجات من اللي بجد يعني اجهزة ومعدات جوه المستشفى عشرة على عشرة ولا لا انا اقولك عشرة على عشرة هتقولي مانيش في كلامك يا ويسر اقولك يا باشا نور ده المطبخ اللي انا بقولك عليه مطبخ هو بجد كده الحاجة دي بتتزرع طازة 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 المزرعة وراء على طول اسبر ده انا هزينك من الشعر بيت غير بقى ان فيه فرق بجد موسيقى وانشطة ورسم ونحت وابتكارات ونس بتعمل حاجات بالمكاتة وبتاع جوه بيعلموا الناس والله العظيم بيعلموا الناس صنعة جيدة محترمة يعني مش بقى زي زمان في الافلام مما كنا نشوف لك مثلا بيعلموا من جارة المسألة ابعد من كده ده بيعلموا من جوه ازاي يقدر مش عارف يشتغل فيها مثلا موضوع تركيب الدش وتصبيته مش عارف ازاي يصلح موبايلات ازاي بيعلموا من الطاقة الشمسية وكيفية صيانة هذه الاجهزة الواحة الطاقة الشمسية والإنفيرترز والبطاريات بتاعتها وبيعلموا ازاي فكها ويركبها ويصينها ويزبطها ويصلحها الى اخيره طيب انا لما يبقى فيه عندي نزيلة على سبيل مثال ولديها اطفال نعمل ايه لازم تقابلهم في مكان لائق ويبقى المكان ده قدمي ويبقى مكان محترم خد بالك يبقى مكان محترم ويليق بالعيال عشان العيال متبقاش قاعدة قلقانة ولا متوترة طيب واحدة من النزيلات فلنفترض انها مثلا دخلت وهي على وشك وضع طفلها او طفلتها الرضيعة لازم يكون في مكان لائق للطفل الرضيع ده ويبقى فيه حضانة ويبقى فيه تجهيزات طبية ويبقى فيه اللالي بالمعنى الحرفي لكلمة اللالي انتعرف كلمة اللالي ده المصطلح العامي المصري الرائع يعني اللالي ده مكتبة موجود ملاعب موجود كنيسة موجود جامع موجود وحدة غسيل كالوي لسه طلعي موجود موجود كله موجود هادي حضانات الاطفال انا بقولك اهو اللي عاوز يتفضل اهلا وسهلا تعالى القنى زرق حقك كمواطن النواب رحوا باعتبارهم نواب شعب علشان يوقع تمام الصحفين رحوا باعتبارهم معبرين عن وضع تمام الجامعيات حقوقية من بره قبل اللي جوه تمامية تاني برجع اقولك ده الدخلية ماستنتش حد يطلب الدخلية هي اللي بعتت الدعوات تعالوا شوفوا وفي اكتر من مرحلة يعني مش نصلا لحظة الافتتاح فيبقى في الحاجة كده لسه جديدة وبتلمع وبتبرق لا 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 ده في اكتر من مرة اه ودي المزارع بتاعة المواشي وما الى ذلك وقلبان ودي الصوب كل الكلام ده موجود وبالمناسبة انت تقدر تشوفه بعينيك وانت معدي على الطريق بالمناسبة يعني اقولك على حاجة لطيفة بقى ان الحاجة دي حتى لما انا رحت علقت على ده علقت على ده عجبني اللي هو ايه بقى فلان الفلاني دخل السن افترضنا ان فلان الفلاني دخل ايا كان جريمته يعني يا رب يكون حرامي غسيل خلاص العيلة اللي برا دي ملهاش زنب برضو يا فندم مصر فلان الفلاني جوه السجن بيشتغل وبياخد مهية 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 نصها بيتخصم ويتحول على حساب الاسرة للحساب اللي هو يختاره والله مثلا حساب والدته حساب زوجته حساب بنته حساب ابنه حساب اخوه حساب والده ملناش فيه ملناش فيه اختار الحساب اللي هيتحول عليه فيبقى خمسين في المية يتحول على البيت برا ملهمش زنب في العمله برضو طيب وجوه اهلا وسهلا يفضلوا موجودين في حسابه جوه المركز ياخدهم وهو خارج والله قاعد سنة قاعد عشر سنين حلو وهو خارج في نهاية المدة بتاعته ياخد المبلغ ده طب بيعملوا كده ليه والله انا بجد عادت وقفت سألت مع الناس جوه طب ليه قال لي علشان لما يخرج احنا هنا مش سجن احنا هنا مركز للتأهيل والإصلاح انا عايزه يخرج مواطن صالح بجد فلما يخرج ما يبقلوش حجة ينزلق بيها تاني للإجرام او الخطأ فيبقى معاه قرشين يعرف يعمل بيهم حاجة لنفسه والأسرته طيب يا فندم افرد انه مثلا هو كان الفترة بتاعته قليلة ما تمكنوش ان هو يحوش مبلغ عليه القيمة ما يعرف لما يخرج بيه يقدر يعمل يفتح بيه محل يعمل بيه مشروع صغير كلام من ده كان بالضبط كده الرد ما احنا عارفين عشان كده والله العظيم تلاتة والله العظيم تلاتة ده اللي تقات ما احنا عارفين عشان كده احنا عندنا برنامج كبير للدمج جوه المجتمع وبنساعدهم يشتغلوا بس بص مصر وحش جدا جدا وبتعامل الناس وحش جدا عشان كده اسمه مركز للتأهيل والإصلاح بس انا مشون هو يبقى موجود جوه في عمبر ولا في زنزانة بيأكل اي اكلة وخلاص لا طيب ياخدوا كام وقت ما احنا رحنا اظن من اقل من سنة يعني اه تقريبا اقل من سنة كان تقريبا المتوسط العام 4000 جنيه في الشقر 2000 بيتحولوا للأسرة و 2000 بتحطوا في الخزنة في حسابه هو وبيتعلم جوه حاجات وبيتعلم قرية وكتابه ولو كان هو كان قبل كده مثلا مقيد في جامعة ولا حاجة بيمتحن ولو في سنوية عم بيمتحن مفيش حد محروم من حاجة انا عايز اقرأ خش المكتبة عايز اتفرج على التلفزيون وقعد في صلة التلفزيون عايز اسمع موسيقى روح عند بتوع الموسيقى اه تقب انا كنت عايق انا ما عنديش صنعة تعالي اتعلم صنع اختار ده او ده او ده او ده او ده او ده او ده في ايدك مش عاوز اتعلم حاجة ومش عاوز اشتغل مش هوك ما اشتغلتش ما تقبضش ليك عليا انك تاكل التلت طقات بتوعك وتنام كويس وتتعالج كويس لو بعد تشرع عن حضرتك تعبان وتفضل موجود لحد ما هتخلص المدة بتاعتك وتخرج انت اللي مش عاوز تشتغل فانا ما عنديش حاجة فلوس ادي هالك اشتغلت خدت الفلوس ما اشتغلتش ما خدتش الفلوس بس ليك عليا حقوقك الطبيعية جدا كانسان اكلك وشربك ونمتك وعلاجك وميت فل